العملات المشفرة فقاعة مؤقتة أم مستقبل محتوى للاقتصاد العالمي؟ في عام 2008 ظهرت العملة الإلكترونية المشفرة الأولى والتي عرفت باسم البيتكوين وتدريجياً بدأت الانتشار حول العالم أحدثت جدلاً كبيراً في الأوساط المالية والاقتصادية لدراسة الفرص والمخاطر التي قد تنطوي عليها هذه العملات فبالرغم من زيادة انتشارها وقبولها عالمياً فإنه وفقاً للخبراء يمكن استخدامها في المعاملات غير القانونية مثل جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما أنها قد تؤثر على الاستقرار المالي والنظام المالي العالمي نظراً للتذبذب شديد في أسعارها واستخدامها للمضاربة وعدم خضوعها لأي سلطة مركزية وإيضاً الخوف من أن تكون فقاعة مالية تؤدي بالعالم إلى أزمة مالية جديدة وفي العام المنصارم 2021 ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شيوعاً فوق الستين ألف دولار لأول مرة في مارس قبل أن تنهار في مايو مما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد لكن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار بالعملة كوفئوا بعد ذلك فقد انتعشت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي لكنها عادت إلى الانخفاض في ديسمبر ومن بعده يناير ليصل سعرها إلى 41 ألف دولار في الأسبوع الأول من العام الجديد كانت وراء هذه التقلبات قصة أكبر فلأول مرة بدأت العديد من المؤسسات في التعامل مع العملة المشفرة على محمل الجد حيث قال عمريقة الدفع مثل ماستر كارد إنهم سيبدأون في قبول مشاريات العملة المشفرة على شبكاتهم أي أن العملات المشفرة بدأت تكتسب المزيد من الشرعية وتزداد رسوخا فما أسرار هذه التقلبات في أسعار العملة الرقمية ولماذا بدأت العام على الانخفاض رغم ميدها للارتفاع خلال معظم فترات العام الماضي هذا ما نناقشه مع ضيفنا من القاهرة الأستاذ عاصم منصور كبير استراتيجي الأسواق في شركة أوربكس أهلا بك أستاذ بداية أبدأ معك هل لك أن تعرفنا أو تعطينا فكرة عامة عن البيتكوين عن هذه العملة الرقمية رغم مرور السنوات كثيرة على ظهورها إلا أن البعض لغاية الآن لا يفهم ما هي هذه العملات الرقمية وكيف تعمل وكيف هناك البعض يتجه إلى استخدامها مساء الخير عليك وعلى المشاهدين طبعا في البداية البيتكوين نقدر أننا بكل بساطة نمثلها مثل النقود ولكنها عملات رقمية أي ليس لها وجود مدي بالإضافة لأنها لا يمكن التحكم بها من قبل أي مؤسسة مثل ما نعتاد من قبل البنوكة المركزية وهي عبارة عن شبكة تسمى بي البلوكتشين يتم الحصول على البيتكوين من خلال عمليات تسمى بعملات التعدين أو الماينيك التعدين يتم من خلال بعض العمليات عن طريق الحواسيب حول العالم من خلال فك الشفارات والحصول كمكافأة منها على البيتكوين ثم يتم استخدامها في عمليات الدفع في كافة المجالات وهو ما يثير القلق من قبل الحكومات والمؤسسات الحالية في احتمالات استخدامها في عمليات غير مشروعة مثل عمليات غسيل الأموال فبالتالي في خلال الفترة الماضية كانت تنحصر تعاملات البيتكوين في تلك العمليات غير المشروعة ولكن مؤخرا ومع زيادة يعني شعبية العملات المشفرة وارتفاع قيمة العملات هناك من ابتدى أن يتم الاستثمار فيها يعني اعتقادا وإيمانا بالمشاريع الضخمة التي سيتم استخدام فيها العملات المشفرة بشكل كبير وهناك من يبحث عن الاستثمار فيها كربحة السريعة ومع دخول أيضا مجالات جديدة مثل يعني أكتر شيء أحدث ضج خلال الفترة الماضية هو الميتافيرس أو العالم الافتراضي وبالتالي تلك العملات أيضا تعمل على فكرة العملات الافتراضية سيتم استخدامها بشكل كبير في العالم الافتراضي وبالتالي ستكتسب المزيد من الشعبية وهناك طبعا يعني العديد من النقاط التي يجب التركيز عليها مثل مستقبل العمليات الرقمية سوف نأتي إلى هذه النقطة نحن نريد التحدث الآن كيف تعمل ما هي المؤثرات على هذه العملة الرقمية لاحظنا أنها في العام المنصر وبداية هذا العام ارتفعت وانخفضت في أشهر وانخفضت في أشهر أخرى نريد نعرف هنا ما العوامل التي تؤثر في ارتفاع وانخفاض هذه العملة وكيف ذلك كانت ارتفاعات القوالية شهاداتها البيتكون خلال العام الماضي والعملات المشفرة بشكل عام كانت نتجة عن السياسة البنوكة المركزية التاسيلية وضخ الأموال الرخيصة كما ندعوها بسبب دعم التعافي الاقتصادي وحمايته من أزمة كورونا طبعا جائحة كورونا لعبت دور كبيرا في زيادة شعبية العملات المشفرة وسياسات البنوكة المركزية التي أطلقت برامج التاسيلة الكامية من خلال طباعة النقود وشراء السندات لتحفيز النمو الاقتصادي ومع زيادة الأموال الرخيصة يتجه المستثمرين والمتعاملين في الأسوال المالية العالمية إلى الأصول ذات المخاطرة العالية وعندما نتحدث عن الأصول ذات المخاطرة العالية والارتفاعات القوية فنحن نتحدث أن العملات المشفرة تحتل المركز الأول بنسبة الأصول ذات العالية المخاطرة بيتكوين في 2021 أنهت العام على ارتفاع بحوالي 65% الإثيريوم ارتفعت بحوالي 450% ولكن التراجعات التي شاهدناها في نهاية شهر ديسمبر وأوائل العام الجاري كانت ناتجة عن تغير في نبر البنوك المركزية فيما تعلق بالسياسة التسليلية والأموال الرخيصة رأينا الفيدرالي الأمريكي يتجه لسحب السيولة أو سحب التسهيلات من الأسواق والحديث مرة أخرى عن رفع الفائدة للحد من تصارى معدلات التضخم العالمية والتي تستقر عند أعلى مستوياتها في عدة عوام وبالتالي زيادة العائدات على الأصول الآمنة والأكثر أمانا مثل السندات الأمريكية وبالتالي قد نشهد تضفق رؤوس الأموال من الأصول العالية المخاطرة مثل العملات المشفرة إلى أصول أكثر أمانا مثل السندات كان هذا من أحد العوامل الرئيسية التي لعبت دورا في تراجع الأسواق إضافة إلى ذلك نعتدنا أن نشهد طبيعي جدا أن نشهد أعمالات تصحية وهبوط في الأسعار في كافة الأسواق ولكن ما يميز العملات المشفرة أن الهبوط التصحية كان فيما يقارب 25% في التصحيحات السابقة على أن يعاود الارتفاع بعد الهبوط بـ 25% طيب ما هي توقعاتك للعام الجديد؟ وبالتالي شهدنا المزيد من التراجع أستاذ منصور ما هي توقعاتك للعام الجديد؟ بعد استقرار البيتكوين تحت مستويات 45 ألف والتي كانت تمثل مستويات دعم قوية وهمة أعتقد أن نشهد المزيد من التراجع رابط المستويات 35 ألف دولار للبيتكوين ولكن على المدى الطويل البيتكوين والإيثيريوم وكافة العمليات المشفرة أو التوب هندرد كارنسيز أعتقد أن نحن نشهد مستويات قمم جديدة خلال العام الجاري وقد تتجاوز نقترب من المستويات 90 ألف دولار خاصة مع أنه يلاحظ ملاحظة مهمة جدا وأركز على هذا المؤشر مؤشر الانتيتي أدجاسمنت دورمنسي فلو عندما استقرر هذا المؤشر عند نتقات سلبية وهذا حدث 6 مرات خلال 10 أعوام الماضية تسجل العملات المشفرة كمم جديدة والمؤشر حاليا يستقر عند نفس النتقات وبالتالي فأن أي تراجعات تصحية قد يعقبها كمم جديدة ولكن يجب اتباع سياسة الـ buy and hold الاحتفاظ لفترات طويلة ولكن بالنسبة للمداربة فهناك من قد يتكبت خسائر قوية ما تفسيرك لإقدام مؤسسات مالية عالمية مثل ماستر كارد مثلا لتعامل بالبيتكوين يعني الاعتراف بها رسميا كيف ترى ذلك؟ عفوا ممكن أسؤال تاني مرة أخرى كيف ترى اعتماد بعض المؤسسات العالمية الكبيرة مثل ماستر كارد ومؤسسات مالية أخرى بالتعامل بالبيتكوين كيف ترى ذلك؟ كيف ترى هذا الاعتراف الرسمي بالبيتكوين والتعامل بها؟ طبعا في خلال الفترة اللي فاتت يعني شاهدنا اعتراف كبير أو واسع من نطاق من العديد من المؤسسات منها ماستر كارد ومنها بيبال ومنها شركة تيسلا والتي استثمارت حوالي مليار ونصف دولار فيها لمنعامنات المشافرة لأنها ستصبح جزء لا يمكن إنكاره وسيثبت وجوده في التعاملات خلال الفترة المقبلة وبالتالي هناك العديد من المؤسسات التي قد ترغف في أن يكون لها حصة في هذا الواقع الجديد ورأينا أيضا شركات مثل شركة سامسونج اشترت عقارات في العالم الافتراضي باستخدام عملة منها فاتجاه العديد من المؤسسات للاعتراف بالعملات الرقمية وخاصة بعض الدول العربية منها البحرين والإمارات العربية المتحدة يشير أو يلقي الضوء على أن تلك العملات المشافرة ستكتزب المزيد من الثقة من قبل المستثمرين ولكن من المؤسسات الشخصية فإنها لا تزال تمثل مخاطر هناك مخاوف يثيرها البعض أن هذه العملات قد تتسبب في أزمة مالية عالمية هل هذه المخاوف مشروعة وكيف يمكن أن تؤدي البيتكوين أو تعامل بالبيتكوين إلى أزمة مالية عالمية؟ لا تزال يعني بشكل عامل عملات مشافرة سوء ناشئ وحجم ما نحن نتحدث عن قيمة سوقية لا تتجاوز الثلاثة تريليون دولار على الاعتبار أعلى قم مالية فبالتالي بأنها لا تمثل هذا الجزء الكبير من النظام المالي العالمي ولكن أيضا هناك محاولات من قبل البنوك المركزية للحد من مخاوف حدوث أزمة مالية العالمية من خلال إطلاق عملات رقمية نتحدث عن إطلاق دولار رقمي أو يوان رقمي يشابه في التعاملات العملات المشفرة ولكن هو ليس بديل للعملات المشفرة فبالتالي البنوك المركزية سيكون لها دور كبير في الحد من مخاطر تغلب تلك العملات على النظام المصرفي الحالي وبالتالي التصارع البنوك المركزية في دعم مشاريع العملات الرقمية لمنافسة العملات المشفرة هو هذا الجزء الذي سوف يحمي الاقتصاد الحالي وبطبيعة الحالة المخاطر كبيرة في حال اعتماد أي اقتصاد على عملات مشفرة بسبب التقلب القوي في أسعار العملات فعلى افتراد أن المستهلك يتوقع زيادة السعر فإنه لن يتجه للإنفاق باستعمال عملات مشفرة على اعتبار زيادة السعر وأيضا البائع إذا توقع انخفاض السعر فإنه لن يكون بعملات البيع وأي اقتصاد بشكل عام يعتمد على العرض والطلب فبالتالي لا يمكن الاعتماد بالوضع الحالي على العملات المشفرة كبديل النظام المالي الحالي شكرا جزيلا لك الأستاذ عاسم منصور كبير استراتيجي الأسواق بشركة أوربكس شكرا جزيلا لك أستاذ فاصل ومن بعده نتابع كيف تؤثر العملات الرقمية المشفرة على اقتصادات الدول العربية أهلا بكم من جديد العملات الرقمية تواصل الانتشار السريح حول العالم على الرغم من التضييق الذي تمارسه عليها حكومات كثير من الدول وأكبر دليل على هذا الانتشار تصدر عملة دوغ كوين قائمة اهتمامات مستخدمي جوجل في خانة الأخبار خلال عام 2021 وبالطبع لم يكن عالمنا العربي بمنأة عن هذه التغييرات في سوق المال والمصارف العالمية فوفقا لأحدث إحصاءات سجلها موقع تريبل آي فقد حازت مصر على أكبر عدد من مستخدمي العملات تمشفر بأكثر من مليون وسبع مئة شخص تليها سبع مئة ألف شخص تليها المغرب في المرتبة الثانية عربيا بثمانمائة وثمانية وسبعين ألف ومئة مستخدم ثم السعودية في المرتبة الثالثة بأربعمائة واثنين وخمسين ألف مستخدم وسبع مئة شخص وفي المرتبة الرابعة جاء العراق بثلاثمائة وخمس وسبعين ألف مستخدم وسبع مئة شخص آخر وبعدها اليمن بمئتين وثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة مستخدم كما حصلت مؤخرا برصة الأصول مشفرة بنانس على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالمملكة وتسعى بنانس إلى توسيع وجودها الإقليمي لا سيما في منطقة الخليج حيث يساعد المسؤولون التنفيذيون لإنشاء مقر رئيسي محتمل كما تؤكد التوجهات الأخيرة لشركة بنانس تركيزها المتزايد على منطقة الشرق الأوسط حيث أبرمت الشهر الماضي صفقة مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي للتعاون في تنظيم الأصول الافتراضية إذن عالمنا العربي بكل ما تعيشه معظم دوله اليوم من مشكلات اقتصادية ومعيشية يواجه الآن تغيرا كبيرا في مجال المال والأعمال فرضته العملات المشفرة الإلكترونية والتي رغم كونها حلما مغرية للفراء السريع بالنسبة للكثيرين إلا أنها تنطوي على كثير من المخاطر سواء بالنسبة للمستخدم أو حكومات الدولة التي تضطر أحيانا إلى فرض غرامات على استخدام العملات المشفرة وتقنينها كونها تعتمد على نظام مالي موازن يختلف عن العملات الرسمية للدولة فما هو حجم تداول العملات الرقمية في عالمنا العربي؟ وكيف يؤثر تعاظم نفوذ هذه العملات المشفرة على اقتصادات الدول العربية؟ وكيف ستكون ملامح المستقبل؟ هذا ما نناقشه مع ضيثنا من القاهرة الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي والمحلل المالي أهلا بك دكتور بداية كيف ترى تعامل وطننا العربي أو المواطنو الوطن العربي مع العملات المشفرة؟ أهلا بك يا سيد المشاهدين في البداية خلينا نوضح أن فيه فروق كبيرة أو فيه خلطة عند الناس ما بين العملات الرقمية والعملات المشفرة والنقود الرقمية ففي البداية اللي واحنا نتكلم النهاردة عن النقود الرقمية لا النقود الرقمية اللي مطبقة بالفعل وموجودة بالفعل أي حد عنده محفظة هاتف محمول عنده على الموبايل بتاعه فهو بيستخدم النقود الرقمية العملات الرقمية لسه العالم كله بيبدأ يدرسها وفيه بعض الدول بدأت تفكر فيها أنها تطلق العملات الرقمية الفرق ما بين العملات الرقمية والعملات المشفرة فرق كبير جدا العملات المشفرة هي عملات لا مركزية غير قضعة لبنك مركزي أو جهة رقبية بتشرف عليها أو بتنظم تعاملاتها أو بتنظم تداولها بصورة واضحة فده طبعا بيحمل كثير من المخاطر ويمكن الكثير من البنك المركزية نوهت ونبهت على أن التعامل مع العملات دي أو تداولها يمثل كثير من المخاطر والبنك المركزي المصري بصورة خاصة كان أعلن كذا مرة أن التعامل على العملات المشفرة فيه كثير من المخاطر اللي ممكن فعلا يتسبب في أضرار مش بس للأفراد اللي بيمرسوها لا كمان لحجم الاقتصاد القومي كله فلو هنتكلم عن أثارها عن المنطقة العربية أو الدول العربية قبل التحدث عن آثارها أريد فقط أن نتحدث عن حجم التعامل في الوطن العربي حجم التعامل في الوطن العربي حجم مش قليل حجم كبير نحن بنتكلم في تقريبا يعني لو بنتكلم مثلا على قارة زي قارة أفريقيا فأنتي حجم المتدولين في قارة أفريقيا بنتكلم في تقريبا 32 مليون متعامل في العملات المشفرة الوطن العربي بنتكلم في تقريبا حوالي 6 أو 7 مليون متعامل عن العملات المشفرة يعني بصورة ما مصر هي تحتل المركز الأول في عدد المتعملين في العملات المشفرة في بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط منطقة الدول العربية يعني احنا عندنا حجم التعامل المصريين بتعاملوا على العملات المشفرة وصل مليون بوينت سبعة يعني مليون وسبعمائة ألف متعامل وده رغم المخاطر ورغم التحذيرات اللي بنطلقها كتير ورغم التحذيرات اللي بنك بنكزي بيقولها فده رقم مش قليل ورقم مرعب بخصوص ان احنا لو اخذنا فاعتبرنا ان حجم التعاملات اليومية او حجم التريدينج فوليوم العادي بتاع البيتكوين مثلا على سبيل المثال مشكلة على كل عملات على سبيل المثال البيتكوين يعني اللي هو يعتبر اهم واكبر عملة مشفرة موجودة في العالم فاحنا بنتكلم في ان هو حجم التعامل بتاعه اليومي تقريبا في فترة مؤخرة كان 30 مليار دولار فلو حجم التعامل دوت وعندنا واحدة وسبعة من عشرة مليون متعامل مصري من اجمالي 300 مليون متعامل على مستوى العالم يعني نتكلم في نسبتنا تقريبا 130 مليون دولار حجم التعاملات فدي مخاطرة كبيرة جدا من المتعاملين في سوق مليء بالمخاطر وغير مقيد بأي قيود أو بأي قواعد أو لوائح تنظمين يعني هذا التعامل من هذا النوع هل لديه فقط مخاطر ألا توجد لديه مميزات إذا ليس لديه ميزات لماذا هذا الإقبال الكبير من طرف مواطنين الوطن العربي طيب خليني أطرحه برؤيتي أنا شايف أنه نوم عنواع المقامرة بمنتهى البساطة أي واحد بينزل بيقامر في أي صالة أمار هو بيتحمل مخاطر مقابل أنه هو يكسب ولكن هو ما فيش حاجة يبني عليها يعني دراسة مستقبلية عن أنه هو هيكسب قد إيه أو هيكسب إزاي أو هيكسب ليه فأطبعا فيها مكاسب أطبعا فيها مكاسب لأنه العملة بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل بصورة كبيرة فبيتحقق فيها مكاسب ولكن يعني مخاطرها أكبر بكتير جدا من مكاسبها لأن أنت ما تدرشي يعني تبردكت أو تتوقع هي هتطلع إمتى وهتطلع عليه وإيه أسباب إنها تطلع ومفيش عندك مؤشرة تحكم بيها يعني إحنا بنتكلم عن أي عملة دولية موجودة فعليا أي عملة حقيقية موجودة محكومة بموجب بنك مركزي أو بموجب قيود دولية زي الجنين مصري زي الدولار زي اليورو زي أي عملة تقدر تحكمها وتقدر تحكم عليها وتتنبأ بمستقبلها هيبقى عامل إزاي يعني هنا دكتور هاني أثار الاستخدام لهذه العملات المشفرة ليست فقط على المستخدم أو الشخص أو الفرد وإنما أيضا على الدول ليس كذلك طبعا لأن إحنا بنتكلم يعني لو بنتكلم مثلا على مستوى مصر على سبيل المسال لو إحنا قلنا إن عند عدد المتعاملين مليون وسبعمل ألف وبيتعاملوا في حدود تقريبا معدل تريدينج في اليوم تقريبا 130 مليون دولار فدي مبالر كان ممكن تضخ في الاقتصاد كان ممكن تضخ في صورة مشروعات كان ممكن تضخ في صورة استثمارات حقيقية ممكن إحنا نتنبأ بإيجابياتها ونتنبأ بنتائجها المستقبلية لكن لما نتضخ في شكل مخاطر بالشكل دوت غير محسوبة وغير متوقع أسباب مخفاضها وأسباب ارتفاعها وحتى ما فيش مجال أن أنت تبقى عارف يعني فلوسك في إيد مين لأن أنت على سبيل المثال البيتكوين المؤسس البيتكوين بالغاية هذه اللحظة مش معروف هل هو فرض هل هو مؤسسة هل هو دولة هل هو جهاز هل هو إيه بالضبط محدش عارف حاجة فبالتالي ده مخاطر كبيرة جدا لو الفلوس دي تم استثمارها في شكل أفضل من كده أكيد هيبقى الوضع أفضل عشان كده أنا ما بقدرش أسمي المتعامل في بيتكوين المستثمر بقدرنا نسميه مقامر إنه هو فعلا بيأخذ مع ذلك دكتور سوق العملات الرقمية يجذب الكثير من المستثمرين إلى أي مدى يمكن نوصول إلى توافق بين هذا المجال وبين الاقتصاد الرسمي لأي دولة يعني أنه أي دولة بما يحقق الفائدة للجميع هل يمكن ذلك هل يمكن تحقيق التوافق بينهما يعني صعب أن أنت تتكلمي في توافق ما بين عملة غير محدودة يعني غير مقيدة أو غير منظمة وما بين اقتصاد منظم وعنده قواعد وعنده إدراءات وعنده أجهزة بتديره وفيه ضوابط عليه ففيه صعب أن احنا فيه توافق حتى الدول اللي أقرت أو قابلت التعامل بالبيتكوين هي ما قابلتش التعامل بالبيتكوين كعملة هي قابلته كأسد كأصل أنت النهاردة عندك أصل معين أنا قبلت أن أتعامل أو قبلت أن أنت تتداول للأصل ده عندي في الدولة ولكنه مش بصورة عملة لأن العملة من أحد أهم اعتمادها كعملة يعني مقبولة أن يكون فيه ثقة في مصدر العملة ويكون فيه قبول أن يكون قبول دولي أو قبول مجتمعي للتعامل بالعملة دي فالغاية النهاردة احنا مفيش دول قبلت التعامل بيها كعملة رسمية غير السلفادور هي السلفادور بس اللي عملت أخدت الخطوة دي لكن كل الدول قابلت البتكوين قابلتها كأصل من الأصول مش كعملة معتمد بيها أو معطرف بيها في ثلاثين ثانية دكتور يمكن أن أنت تنزل تشتري بيها حاجة نريد التحدث عن مستقبل التعامل المالي كيف سيكون هل سيكون مع البتكوين هل سيزداد ذلك أم سينحدر هو هيتوجه أكتر للعملات الرقمية مش للعملات المشفرة بمعنى أن فيه أكتر من دولة دلوقتي وأكتر من بنك مركزي بدأت بالفعل يعني يدرس ويطلق برامج لإطلاق عملات رقمية بمعنى أن الجنين مصري بدل ما يتم إصداره ورقيا أو فيزيكل هيتم إصداره رقميا فده توجه موجود في العالم كله لسه ما فيهش حاجة خرج من بنك مركزي مصري تقول أننا هنبدأ نعمل حاجة كده ولكن فيه في أفريقيا مثلا ناجيلي على سبيل المثال بدأت فعلا بالفعل تصدر العملة بتاعتها بشكل رقمي فالتوجه هيبقى رايح ناحية العملات الرقمية ولكن مش ناحية عملات مشفرة إحنا عندنا أكتر من 10 تلاف عملة مشفرة في العالم وده في حد ذاته شيء يدعو للاستغراب أن أنت عدد الدول قد إيه وعدد المجتمع الدولية قد إيه عشان يبقى عندك 10 تلاف عملة مشفرة وطبعا في أغلبها ضعيف جدا وأداء وبطيء جدا وغير مرضي على الإطلاق فبالتالي التوجه هيبقى ناحية العملات الرقمية لكن مش العملات المشفرة لأنها يعني ندلون أنها فروتكيس كبيرة شكرا جزيلا لك دكتور هاني عادل الخبير المصرفي والمحلل المالي على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا قبل أكثر من 13 عاما حين تردد اسم العملة الإلكترونية للمرة الأولى كان عدد من يعرفونها أو يغامرون بتعامل بها لا يتعدى بضعة ألاف واليوم صار الملايين يتعاملون بها وبدأت تحظى بمزيد من الشرعية وثقة عدد من المؤسسات المالية والأفراد فهل تصبح عملة المستقبل أم تكون مجرد فقاعة قد تسبب خسائر مالية يبقى السؤال دائما ماذا بعد؟